السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحبابي المتابعي قناة سمارتي انجلش من كل مكان وفي اي زمان بحبكو في الله وربنا يعلم يلا بينا نشوف فيديو اليوم يا شباب فيديو اليوم هو عبارة عن مجموعة رائعة جدا من جمال الستركتر وكمان الريتن اكسبريشن هنشوف مع بعض التفاصيل كبيرة جدا هتتعلم ازاي تختار صح وتكتشف مهارات معينة داخل جرامر التويفل وتحديدا في الامدست فيلا بينا اهلا بيكو يا شباب انا عنوار ودي قناة سمارتي انجلش الاول مرة يشوفنا ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على اشعارات الكل حتى يتمكن من متابعة اول باول كل الفيديوهات التي توارد على قناة سمارتي انجلش وعن قناة سمارتي انجلش يا شباب زي ما احنا عارفين اي قناة متخصصة في كل ما يخص اختبار التويفل سواء المحلي او الدولي او توفل امدست في مركز امدست مجموعة قوائم التشغيل ده بيعتبر ثروة بالنسبة لك تقدر من خلالها تستفيد جدا من كل الاقسام سواء في الليسنينج سواء في الستركتر and written expression وايضا كمان في الريدنج تستفيد من هذه الاقسام بالدخول على قوائم التشغيل وتشغيل قوائم التشغيل بالكل حتى تستفيد منها تخرج فاهم جدا كل الاقسام بشكل قوي جدا يلا بينا نبدأ number 11 قول the decimal numeral system is one of the space ways of expressing numbers جميل جدا the decimal numeral system ده كل ده subject بتاعي زي ما احنا متفاقين ولازم نعمل تحليل الجملة is the verb بتاعي جميل جدا يبقى على طول كده ابص على بقية الجملة لان الجزء ناقص في المكان ده one of that خلي بالك بقى ان ذا دي بداية تفضيل تفضيل superlative على طول يبقى زينك بروح على هزي الجزئين طيب نبص على الخيرات الاربعة مع بعض كده يا شباب بيقول useful most worlds تمام طيب that وتفضيل طيب جميل جدا يبقى المفروض that ثم most ثم الصفة تمام طيب هو النهاردة خلف معايا هذا الجزء يعني غير شوية فيها لو انا خدت the most worlds useful خطأ التركيبة دي يعني الطبيعي ان عينك هتروح على التركيبة most فتقول the most الاول اقول له ايوة بس لازم world سيجي قبلها لذلك الاجابة السليمة معنا هي رقم b تمام واحد يقولي طب ليه لاني منفعش اقول the most useful world او اقول the most world useful التركيبة في المعنى هنا غير صحيحة لكن انا عايز اقول one of the world most useful ways يعني هي بتعتبر واحدة من الطرق النفعة في العالم في التعبير عن الارقام يبقى الاجابة السليمة هنا المعنى زائد صفة التفضيل the most بتفرق لازم اقول the world's واسة الملكية تحل the بتاع التفضيل يعني بمعنى صح ذا اللي موجودة قدام حضرك دي بتاع كلمة world حلو اوي كده طب فين زابة عموست تحل محلها الابوسترو في اس كاينها بتسوي ذا بالزبط المعلومة دي مهمة خلي بالك بقى مش هيتلاقي الكلام ده في قناة تانية التفاصيل الدقيقة اللي بتفيد حضرتك وتزيد من الثروتك اللغوية من احيط المفردات اللغوية وسواء التركيب في الجرامر هنا في smart english تمام بنقول من تاني ذا الاولى خاصة بكلمة the world او one of the world طفين صغة التفضيل مش مفروض صغة التفضيل فيها the most والصفة ايوا متوفرة the most والصفة واحد يقول للي طفين زا اقول له الابوسترو في اس اللي هي اس الملكية بتساوي زا واحنا نوانا عندها في فيديو سابق number 12 Emily Dickinson's Garden was a place space great inspiration for her poems جميل جدا تعال نشوف مع بعض السبجكت في هزي الجملة طبعا اللي هو Emily Dickinson's Garden كل ده السبجكت الفيرب بتاع الجملة هو was وليه دايما يا شباب بنأكد على وجود السبجكت والفيرب لان دول هوا العمود الفقري لأي جملة لازم عينك دايما في اختبار التوجل على السبجكت والفيرب تمام طيب الابوشكت بتاعه place ورح مديني حاجة بعدها great inspiration for her poems for ده جره مجرور مجرور مجرورش لازم طيب تعال نشوف هنختار انهي هل استخدم رابطة اقول that she draw جميل جدا ولا by drawing hair from which she draw ولا drawing from which طب جميل انا كده كده قريدي عايز ابصت مع حضرتك بعين ثقبة شوية وتابع معي كويس الكلام اللي بنقول اللي ده مهم للغاية لولا حسة تلاقي في فعل هنا في معظم الجمل كده فعل تمام يبقى لازم في جملة تانية يبقى مبدئيا كده انا عندي رابطة تمام لازم في رابطة طب مين الجملة التي لها تحتوي على رابطة عشان احذفها هي الجملة رقم b طبعا دي خطر انا عايز رابطة يبقى الجملة رقم ايه لسه مازالت معايا that she draw والجملة رقم c from which she draw والجملة رقم d drawing from which طبعا التركيبة بتاع رقم دي خطأ ايضا تمام على طول كده مبدئيا طب ليه ليه خطأ لان which جاي قبلها تصريف تالت ايه وضع التصريف التالت ده ينفع قولها place drawing from which واكمل جملة وبعدين فين الفاعل والفعل بعد which هنا مفيش فعل وفعل في الجزء ده خلي بالك ده مفيش فعل وفعل انا عايز رابط واحد connector بمعنى صحيح plus subject plus verb خلي بالك من التركيبة دي دي اللي لازم تحتوي على هذا المكان لازم يقى في المكان ده ال connector وال subject وال verb ركز كويس جدا طيب عندي خيارين ينطبق عليهم الكلام اللي هو الخيار رقم ايه والخيار رقم c هل الخيار رقم ايه او that she draw مظبوط ممكن بس الادق منه بقى انه يسبقوا حرف الجر from فقول from which التي من خلالها هي رسمت الهام عظيم جدا لاشعارها في هذه المدينة بقى from which she draw هي الاجابة الصحيحة فقط رقم c في هذه الجملة ايه السبب لانها احتوت على رابطة وسبقها حرف الجر واحنا قلنا دايما لما يبقى فيه رابطتين موجودين في خيارين زي a وصي وقدام واحد فيهم حرف حرف الجر لان حرف الجر بيقوم بوصف الفعل داخل الجملة الوصفية which she draw number 13 the mountains surrounding los anglos effectively shield the city from the hot dry winds of the desert space the circulation of the air تعال نشوف مع بعض هل عندنا جملة ولا اتنين ونحلل وضع الجملة وبعدين نشوف افضل اجابة ما بين الخيارات الاربعة تابع معي كويس the mountains subject جميل جدا shield على طول كده واحد يقول لي امه surrounding los anglos effectively دي جملة وصفية كان اصلها which are surrounding los anglos effectively خلاص وعمل لها انقاص حزفنا which and are ng يعمل كصفة هنا تمام يبقى the city from dry head مش عالي فيه وبعدين راح مديني هنا كده حاجة دي الحاجة دي عبارة عن جملة تمام طيب واضح جدا ان في prevent يعني في فعل عندنا كده في الخيارات صحيح اه يبقى دماج توصل على طول كده ان لازم فيه connector هنا في المكان ده خلاص الاول كده طب واحد يقول لي ليه يبقى فيه connector في المكان ده اقول له لان انا عندي جملة اساسية اسمها the mountain shield يحمي الجبل بيحمي خلاص subject to verb وعندي ايضا في الخيارات verb يبقى automatic يتبادر لزينك كده automatic ان فيه هنا جملتين مش جملة واحدة يبقى فيه connector سواء اساسية او وصفية او اسمية تمام يبقى فيه رابط طيب وبعدين على طول كده اقولي الاجابة رقم ايه واحد يقول ليه طب ليه اخترت رقم ايه اقول له بسيطة جدا ادي بط فيه تناقض في الجملة وفي المعنى واده subject زي واده الverb prevent طب واحد يقول ليه ما اخترتش رقم بيه اقول له also ما ايش رابط معناها ايضا تمام prevented فعل في الماضي او صفة ربما تمام بايزيم تمام ما تنفعش لازم subject ايه في المكان ده طيب and also to prevent and and رابطة اوكي لكن مين الفاعل هال also ده فاعل لا طبعا وتو prevent هي جملة اسمية لا تصح and also preventing and رابطة اوكي also ده مش فاعل preventing مش فاعل اذا انا ما عنديش جملة كاملة هنا في الخيارات دي الجملة الكاملة الوحيدة معاه في رقم ايه but ادي الرابطة تنسيقية تمام ما بين جملتين they subject لفاعل و prevent الفاعل يبقى الكلام واضح جدا ان انا عندي connector subject verb يبقى الزلك الاجابة السليمة يا شباب هي وجود الخيار رقم ايه but رابطة also prevent اللي هو فاعل يبقى كده التركيبة صحيحة دماغ تفكر بهذا الشكل لتصل لافضل ايجابة number 14 not only space to determine the depths of the ocean floor but it's also used to locate oil على طول كده يا شباب دي جملة من الجمل السهلة اللي لازم حداك تركز فيها كويس قوي not only طبعا انتو عارفين انها يعني رابطة تنسيقية بس مجاش but also not only but also تمام او على اقل جات هنا بس هنا الفكرة مش في الرابطة التنسيقية هو مفيش فيها جزء ناقص يعني عشان تفكر في اني not only فدور على but also لكن هي الفكرة في اني not نفي not دي بداية جملة اذا بدأت اسمع بقى الكلام المهم والخلاصة ودون الكلام ده ولحظات عندك اذا بدأت جملة الجرامر بنفي زي not و only و once و كلمات النفي و never كل كلمات النفي اذا بدأت بها جملة الجرامر لابد ان يحدث تقديم للفعل على الفعل خلي بالك من الكلام ده يعني ما تبدأ جملة الجملة عندي على طول بكلمة نفي تمام على طول افهم كده اني لازم تقديم فعل على فعل القاعدة بتقول كده طيب فين الفعل بتاع الجملة الايجاب الرقم بي ليه لان الفعل تقدم اللي هو علم الزلازل بقى easy الاول وبعدين الفعل خلاص كده طبعا to والمصدر ما تدينيش اصلا فعل بالاساس هنا انت عملت جملة كاملة عبارة عن subject و verb ما تنفعش ايضا انا عايز فعل الاول وبعدين فعل خلاص using اساسا انا عايز فرب جوا الجملة فلازم تنتبه جيدا اني لازم هزي الجملة تبقى not only is اسمولوجي used to determine the tips of the ocean floor but it's also used to locate oil ودي جملة رائع جدا على الرغم من قصرها وبساطتها الا انها جملة فيها تركة رائع جدا بيقول نبراسكا has flows in some years others وبعدين روح مديني مسافة ومديني خيارات اربعة عايزين نركز فيه طيب خلال حالة جملة الاولى طبعا عندي جملة واحدة فقط نبراسكا الامر اذهب طيب تعالا اعمل نكاوت والجمل اللي زي دي اللي بتلتبس عليك فيها الامر لازم تعمل فيها حاجة اسمها الامر اني لاستبعاد طيب تبني استبعادك على ايه؟ ان انا مثلا خيار رقم به خطأ طيب ليه؟ اقول للا انك عندك يبقى انت عملت جملة كاملة تفين الرابطة بقى اللي ما بينهم هنا خلي بالك تمام لازم تكون نكتور طالما فيه اذا هذا الخيار مستبعد ادي اول واحدة طلعت برة طيب نروح على الخيار رقم سي ايضا هو مستبعد ليه لانه بيقول بينما الجفاف الاخر او الانواع الاخرى من الجفاف والجذب لازم يجورها ملها يعني لازم توضح ليه الموضوع يعني بعدها تمام لازم تديني في هزي الجملة وبناء عليه ايضا خيار رقم سي خطأ يتبقى ليه خيارين خيار رقم ايه الاجابة السليمة رقم ايه ليه حتى على الاقل انت حتك بتقول في بعض اجزاء العام من السنين وجاء وراء جر ومضرور ايضا نفس الكلام موجود هنا لكن ايضا كدمير في الجفاف ايه اللي اندروت ايضا كده فاعل تم يحتاج يعني نفس الفكرة بتاع الجملة رقم سي ما تنفعش وبناء عليه خطأ لكن هنا لما يبقى بقى تجر ومجرور زي ما سبقوا ها تمام تجر ومجرور بقى تجر ومجرور 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 جميل جدا وبيتكلم عن نوع من الفن ونفن البوب ده كان حرقة في العام كذا وكذا تمام على طول الاجابة يا شباب معنا كده هتبقى هوم تمام واحد يقول لي ليه لان اقول له هوم دي تحل محل العاقل تمام انت بتكلم عن حرقة للفن هل حركة الفن دي عاقل لا طبعا وبنان عليه ده خيار خطأ طب استبدله بايه هوم دي بقى يا شباب اسمها هوز صفة الملكية هوز او الرابطة الملكية هوز دي هوز اميجري اللي صورها هو بيتكلم على فن معين هي حركة من العام كذا للعام كذا اللي الصور بتاع هذا الفن كانت تعتمد على تمام تعرف الامريكان الجاهزية وتعرف الامريكان على المنتجات والناس ده معنى الكلام يبقى لازم استخدم صفة ملكية كرابطة بشكل صحيح اموفمنت مافهاش مشكلة بيزدقون الفعل بتاع الجملة اه بروداكتس اند بيبل الاتنين جمع واند جات ما قبلها زي اللي بعدها تحليلك سريع كده بالشكل ده وانا في امتحان على طول وباختار ما بين الخيارات دي لازم اصحى للرابطة كويس جدا انت جابهم هل فن البوب ده هل هو عاقل لا طبعا وبنان عليه هم تحل محل مفعول عاقل تمام لكن هوز هي وعاز يقول صور هذا الفن بتعتمد على كذا اوكي لذلك الاجابة الصحية رقم بيه في رقم 16 number 17 because the technique fly is a parasite of harmful insects much species have been imported into the united states to combat insect bats تمام تعال نشوف مع بعض الجملة بتحتو على ايه و ايه اللي جابه الصحيح و الخطر طبعا because الكنكتور بتاعتي ودا السبجكت بتاعي technique fly والverb اللي هو is دي جملة اولة خلاص الجملة التانية ده السبجكت بتاعي هنا كده ودا الفيرب بتاعي have been imported ومفهاش مشكلة لكن تعال نشوف التصحيح بقى سبك من التدكيب دي كلها مايهمنيش انا اللي يهمني التدكيبة بتاع الجملة نفسها مظبوطها ده لا اولا كلمة species النوعيات دي countable noun يعني تعد تمام فمفعش ابدا استخدم much املا استخدم مكانها ايه استخدم مكانها many اعرف كويس اوي لو جالك في الامتحان الموتش يبقى هو يقصد العكس بتاعها many تمام لان many تأتي وراءها اسم معدود فطبعا species اسم معدود لكن much bigger quantity يعني كمية uncountable noun بمعنى صح تمام من المجهول وتوى المصدر اوكي صحيحة جملتين مزبوطين فقط استبدال كلمة mini او much الكلمة mini تصبح هذه الجملة صحيحة number 18 all almost the electricity for industrial use comes from large generators driven by steam turbines جميل جدا جملة في غاية من الروعة ركز معها كويس جدا فيها تركة رائعة وخلي بالك من فعل كمز ده هنحتاجه دلوقت تمام طيب فين الخطأ في هذه الجملة الخطأ في هذه الجملة انا اقول كده ان الرقم ايه اللي هو almost وال طيب مين اللي صح فيهم واعمل فيها ايه وليه يعني خطأ اقولك industrial use مبدئيا كده عشان نستبعد ده صفة تمام واللي وراها اسم موصوف خلاص ده صحيح industrial use خلاص driven واحد يقولي ده تصريف ثالث اقوله صفة driven by ده صفة انقاذ جملة وسخية which were driven by steamboat توربينز خلاص طيب الفعل comes يشير الى فاعل جمع ولا مفرد يا شباب يعني معلقة صح انت لازم تحذف واحدة من اثنين يا اما تقول all او almost تمام لكن الاجابة صحيح انك لا تحذف all فقط واحد يقولي ليه لان all ده لو اشارت لها هو فاعل جمع ازاي يجي معاه فعل يشير الى مفرد comes في s المفرد ايه شايفانا ما ينفعش فخليك زكي all دي ما تنفعش تبقى فاعل لازم تحذف لكن لما اقول almost the electricity معظم الكهرباء بقت هنا ديه صفة للالكتريستي معظم الكهرباء comes الكهرباء ايه الفعل بتاعي تمام يبقى على طول كده most the electricity يعني معظم الكهرباء للاستخدامات الصناعية تأتي من مولدات لتوربينات ضخمة بخارية تمام يبقى محدش يقول ابدا على driven ده فعل لا ده الفعل بتاعي اللي هو comes تمام بتاع الجملة ودي صفة تصريف ثلاثة الفعل ايه التحليل وايه الصح هنا الاختيار رقم ايه هو الصح لازم اختاره لان فيه جزء خطأ ما ينفعش ابدا اقول all لازم اقول almost the electricity تمام عشان في بعض الناس يقولك تمام نشيل almost ونحط all the electricity كل الكهرباء او لو لو قلت كل الكهرباء يمنفعش ابدا نستخدم كمس لازم نقول كم طب هو قيب كم صحيحة يبقى قول ما لا تصح وجودها اوكي تفهمتوا ناسوا ليه؟ يبقى almost the electricity for industrial use comes from large generators driven by steam turbines number 19 the Egyptians first discovered that drying fruit preserved it made it sweeter and the improvement its flavor جملة جميلة جدا وسهلة جدا على طول كده لازم عينك تروح على كلمة and تمام ما قبلها لازم يكون زي اللي بعدها طب ايه اللي قبلها خلي بالك بقى the Egyptians اللي هو المصريين يعني اول ناس يعني اكتشفوا وده الفيرب ده في past simple تصريف تاني للفعل وايضا حتى لو لاحظت كده made ايضا تصريف تاني للفعل يبقى برضو ماينفعش اقول لازم اقول improved واضح كده اقول improved ليه؟ لان انا عند عطف على اكثر من جملة يقول المصريون القدماء هم اول ناس اكتشفوا تكفيف الفواكه انه بيحفظها حتى كمان تصريف تاني هو تمام preserved بعدين made وبعدين improved خلاص لازم اقول improved ليه بقى ايه اللي يخليك تعمل ده؟ عشان انا عند رابطة تنسيقية القاعدة بتقول same structure يبقى اوتوماتيك يتبادر لزيه نحضرك على طول مباشرة اني لازم اخلي الافعال كلها معطوفة على بعضها في الماضي البسيط زي preserved و made ثم improved بس يبدل تصحير لهذه الجملة بالشكل ده ان فيه عطف بان ما قبلها زي اللي بعدها number 20 during his 12 year there illis marcells turned the new orleans center for the creative artists into a rich training place for future jazz stars جميل جدا طيب خلينا نشوف الجملة دي فيها ايه خطأ تمام اثناء الاثنى عشر عام اللي اضاهم هناك هذا العالم او الفنان او الشخص ده illis marcells حول مركز مدينة اولينز ده الى مركز فني ابداعي غني بمكان للتدريب جدا لكل نجوم هذا الفن في المستقبل تمام طيب فين الخطأ في هذه الجملة marcells sales the subject تخلينا من الجملة الاولى دي مؤقتا هنا ده السبجكت بتاعي turn the verb in the past والكلام كله في الماضي يعني تمام طيب a rich training a rich ده صفة training place ده اسم موصوف ده هو مكان للتدريب و jazz stars ما فيهاش مشكلة ابدا يبقى الخطأ هنا في رقم ايه تمام او صح بس ليه الخطأ هنا لان 12 ده تنشر لازم تقول years تمام يبقى لازم تديني هنا اس الجمع في هذه الكلمة منفحش ابدا يا شباب ان انا اقول 12 year تمام 12 years there يبقى during his 12 years 12 سنة يبقى 12 years مش محتاجة يعني تمام يبقى لازم احط اس الجمع فقط في هذه الجملة لتصبح هذه الجملة صحيحة طيب هنا يا شباب احنا اكملنا 10 جمل رائعين جدا في مرينا على اكثر من مهارة اعتقد انها افادتك اتمنى لك التوفيق ما تنسى بدعمك لينا في لايك وشير واشوفكو دايما على خير ارق تحياتي كان معكم انور زي من سمارت انجليش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا